هنا المسألة الخطيرة جدا أن من أهل بدع من أفسد مصطلح السلفية السلفية فترة تاريخية سلفة يعني مضى وهي فترة مباركة هي خير الفترات التي مرت على الإسلام حتى قال الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس لمن يقول كنتم هذا أسلوب ماذا خطاب يخاطب من كنتم لما كان ينزل القرآن على من نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم وبين ظهرانه الصحابة صح فيقول كنتم كنتم فخير الأمة النواة الأولى الصحابة وهذا القرآن قوله جل كنتم جاء في السنة فقال عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني شوف القرآن والسنة كنتم خير أمة أخرجت للناس وقال خير الناس قرني فجاء من وفقه الله ممن تبعهم بإحسان يقول بما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كلها في النار إلا واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال من كان على ما أنا عليه اليوم ها وأصحابي فماذا فعل أهل البدع اللي يسمون جماعات منظرهم السلطان تسلطوا على هذا المصطلح العظيم الشريف السلفية فولدوا منها سلفيات حتى يصد الناس عن السلفية فسموا هذه السلفية علمية وهذه سلفية جهادية وهذه سلفية كذا وكذا حتى لو واحد يقول سلفية أو سلفي أي سلفية منهم معنا كم سلفية فيه واحدة واحدة وأكثر هؤلاء بالسلفيات هاي المصطلحات تجدهم قد تفرعوا من جماعات ومناهد مبتدعة حادثة سموا أنفسهم بمثل هذه الأسماء وهذا ليس بغريب فهناك حزب مشهور معاصر اسمه حزب الله وهو رافضي صح وفي حزب اسمه أنصار الله الحوثيون لقبهم أنصار الله ومن الناس من نفس القرآن وجماعة أهل القرآن وهم لا يؤمنون بالقرآن لو كانوا مؤمنين بالقرآن لا آمنوا بالسنة لأن الله يقول في كتابه وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فكيف يقول إنسان عن نفسه أنه من أهل القرآن ولا يؤمن بالسنة والقرآن دعي للتمسك بماذا بالسنة فالألقاب هذه ما تزيد الإنسان شرفا ولا تقدمه خطوة ولا ترفعه درجة لأنها دعاوي والدعاوي إن لم تقم عليها بينات فأصحابه أدعياءه لو كان الأمر بالدعاوي فإن اليهود والنصارى أمتان قد سبقت الإسلام ماذا قالوا قال نحن أبناء الله وأحباؤه اللقب كبير هذا من يدركهم أبناء الله قال عنفسهم وأنه أحباه الله لكن كذبوا بذلك فرد الله عليهم جل وعلا فقال فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر الله جل وعلا ليس له أبناء لم يلد ولم يولد فمن سارع وسمى نفسه بأي اسم حزب الله ولا سلفي ولا أثري ولا أهل القرآن ولا أتباع محمد عليه الصلاة والسلام ولا أنصار محمد ولا أنصار هذا ما ينفعه ما لم يكن في اعتقاده وفي منهجه وفي عبادته حقا على السنة حقا متبع لا مبتدع فلو سمى نفسه ما سمى وفي حقيقته مبتدع ما نفعه ذلك ينفعه لو كان ينفعه لنفع من سبقنا وقال من أيش نحن أبناء الله وحباؤه لكن ما ينفع لكن هؤلاء تقصدوا إفساد السلفية وهذا اللقب الشريف بأن أدخلوا في هذه التسميات حتى يضيع الحق تبهتم والحق بحمد الله لن يضيع مهما اجتهد هؤلاء عليه لأن الله عزيزي اراد بعبدي خيرا هداه وبصره وشرع صدره الإسلام ترجمة نانسي قنقر